كنت دايماً أقول لو ربنا رايد بالناس دول خير كان من الأول لعملت الثورة طيب خلاص شكراً يا جماعة أنتم مش عايزيني خلاص صحي حتى كده هيخلي الناس تقول الراجل ده محباراً هيحبوه ده احنا الشعوب العربية كلها شعوب فطرتها طيب تونس ومصر مهومة المفروض المفروض أنهم متعلموا من الدرس خلاص مصر مش عارف بعد 18 يوم تونس مش عارف بعد كم يوم خلاص خلصت يعني يتعلموا بقى هما أول ما تطلع مظاهرة خلاص شكراً الله وسعياكم أنا خلاص همشي وما علش على كل 41 سنة ولا 43 سنة القزافي ومش عارف كم سنة مش رول الأسد هو وعلي عبد الله صل عايزين ايه تاني معاهم صروات يعني وبعدين دول هما لو راحوا يشتروا مثلاً أي حاجة شايفاً أكيد دول برضو كرؤسات ولو أصلاً لو قاعدوا الدول هتفرض لهم مرتبات وأماكن وقصور بس أنا أقول هلك أصل خطاب ربنا مش رايت بالناس ذو الخير أبل الله إلا أن يذلهم كما أذلوا العباد طبعاً زي فرعون فرعون صحر الله بس قدام الناس يذلهم قدام الناس علشان الناس اللي هي الضعيفة للنفوس تعرف أن كل ظالم له نهاية والظلم إن ربنا إذا ترك الظالم إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر ونحن نقول لبشار الأسد أفرقت يا بشار من دم شعبنا أما يا زهل لذيك بعض عذابي سيحاكم التاريخ فاضح فعلكم وستشهد الأيام ثأر مصاب وسينجز الرحمن فيكم وعده الظالمون لهم شديد عقاب أحشد عساكر جيشنا وافتك بنا ودز دمانا سهلة كتراب لا تجزعن من الدماء رخيصة وافتك بأطفال لنا وشباب إننا نعلم أن نبتشك حكمة لتعالج الإضراب بالإرهاب هذا السبيل مشاه قبلك حافظ فاسلك طريق الأهل والأصحاب يا زمرة يا زمرة ملكت زمام أمورنا الله في دم شعبنا المنساب الله في دم شعبنا المنساب ماذا جنى طفل تجاوز عمره عشرا يقطع جسمه بالنابي ماذا جنت يدك الصغيرة حمزة حتى يلاقي الجسم نهش ذئاب أحملت يا ولد السلاح بوجههم أحملت يا ولد السلاح بوجههم أم قدت يا ولد انقلابا بغاب أفرغت يا حجاج من دم شعبنا لن نشتكي لخليفة مرتاب فخليفة العرب المبجل مخلف للوعد لم يملك سوى الإعراب فخليفة العرب المخلف خلفه لا ينتقي للناس فصل خطاب أوما سقتك الأرض يوما شربة حتى تدن سماءها بمصاب أوما طعمت بسوريا من لقمة حتى تدمر أرضها بحراب ستنال يا بشار أبشع ميتة واسأل عن الظلام والأسباب ستنال يا بشار أبشع ميتة واسأل عن الظلام والأسباب لن نشتكي ارحل ارحل لدار الفرس نعم حليفة واترك ديار العرب للأعراب ارحل واخذ جندا أطاعك من هنا بصبور وتذكارة وفلوس قدي كده في أوروبا أنا قرأت ده رايح يحج رايح يعمل فريضة رايح يعني رايح يعمل حمر رايح يعمل حاجة واحد رايح سوريا واحد رايح لبناء واحد رايح أي بلد عربية مفروض بالبطاقة بالبطاقة بس أنا مصري أنا مسلم الكلام اللي انت بتقوله دوت ينفع امتى لو الرؤساء دول حقيقة يسعوا لصالح البلاد دي لصالح الشعوب دي لا يعني مش عايزين برضن خش في تفاصيل كتيرة الامارات كتزعلانة ان الرئيس هيتحاكم وسيادة الوزير رئيس الوزر عمر الشرف يقال او تحت تلائر كده انه منع من دخوله مرات بسبب ان في محاكمة هتمرى رئيس السادق يبقى احنا بنخدم بعضينا ولا بنخدم الشعوب فالكلام ده يطبق امتى لما هم بيسعوا لفعلا لخدمة الشعوب احنا بقول بجد يا ريت يسعوا لا انت مش محتاجة يعني انا مسافر لبلد شقيقة زي مصر زي يا استاذنا الفاضل لدي عندك رؤساء يعني لو كنت سمعت البرنامج او سمعت به بالبرنس سمعت عن البرنس قبل كده لا الصراحة البرنس ده كلب ولوه قصر ولوه خادم كلب ولوه أطبة بيتريين ولوه شامبوهات والله يا حرام في حين ان في ناس انا كتبت له قصيدة كلب الرئيس كتبته له بالعمية يعني في حين ناس في ناس ناس والله وانا دول بشوفهم في عماية في كل مكان ديمين في الشرح كلبي يبقى ليه قصر يعني عرض صيف لا اول تسمع الهانة بقى فيه واجبة خمسة كيلو لحمة في اليوم ده ايه اللي واجب يعني اه اولا وتسمعني اتنين ثلاثة اتنين ناس مش بتاكل لحمة اللي من السنة دي السنة واحيانا كمان بتوفر بقول لك يعني لأ ده هما بينظموا الوجبات بحيث ان الكلب ما يتعبش يعني بتفكرني يعني مهل ما زلوا ومهانة لما ده دول ان دلي دول علي ان الرؤساء دول اساسا مش شايفين الشعوب دي نوع حل من اتنين يا هما ناس مش شايفين كل واحد ما يم في بيته او قصره مرتاح ومش حاسين مش شايف خلق مش حاسين ابدا بالناس يعني المرمية في الشارع الناس اللي عملت بيعمى نديل الناس اللي بتزل نفسها على جنيه او ربع جنيه تعرف انا هضرب لحضرتك مسلا بسيط نفسيا بتتعب مين المسؤول عن الناس دول احنا لأسف بنشوفه في المترو يعني انا لما مثلا بجركب المترو كل محطة تلاقي واحد بتاخل حتى لو هما بيصطنعوا الحاجات دي بس ده كفية الزل كفية انا عايز اقول حاجة مهمة انا عايز اقول يعني ايه يعني اعداء الاسلام ربه مجموعة على مناهجهم وكانت النتيجة المجموعة دي وضعوها في موطن القرار في الحق في الاعلام في الوزارات في الكلام ده فسيطروا على المجتمعات العربية والاسلامية وحنا عندنا قبل الله تبارك وتعالى وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فعبدوا وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولذلك النهاردة اين الجامعة العربية لو فعل دير الجامعة العربية وبعت الامة العربية وبع رئيسها كل الرؤساء عملوا اتحاد ويمسك كل رئيس سواء سنة اتنين ثلاثة ان هو بالانتخاب والكلام ده ما فيه الاتحاد الاوروبي فيه حلف الناتو فيه المجموعة النمور الاسيوية فيه كذا تب لماذا الوحدة حرام علينا لان اصلا وانا بقول بقولهم يا جماعة لبعض العلمانين والليبراليين اللي هما مش الايجابيين بقولهم يا جماعة اذا نتيجة الحكم بالمناهج بتاعتكم سواء الشرقية او الغربية او الرأسمالية او العلمانية او الليبرالية ان النتيجة اننا في زيل القافرة تمام جربوا الاسلام مر جربوا الاسلام مر هل اصف الكل دلوات اتوحيدوا مر خليكوا بلاش خليكوا وطنيين مرة واحد باجندة وطنية عندوا اسلاموفوبيا زي انبي ما انا بقول لحضر خليكوا وطنيين مرة باجندة وطنية مرة واحد انظروا الاجندة انتو عايزين ايه عايزين انتو تقول سيبكم من الاسماء العبرة بالمساميات عايزين ايه في الحاكم عايزين ايه في الدولة حرية الاسلام ابو الحرية عايزين ايه عدالة الاسلام ابو العدالة عايزين مسواه الاسلام ابو المسواه عايزين نظام الاسلام ابو النظام العلم الاسلام امر بالعلم وشجع العلم ولم يتعرف بالعلم الاسلام ايه كل حاجة في القرآن الكريم يعني دلوقتي اي حاجة اي واحد عايزها في محاكم فاي حاجة اي حاجة يفتحوا المصحف من كل حاجة يعني لو يعني مش هنقول ضيعوا من وقتهم يعني لو كده سابوا من وقتهم خمس دقايق اي حاجة اي حاجة يفتح مصحف ده لو عارفين اصلا انا بقول لحضرتك ان هي للأسف النهاردة كان فيه اوامر بعدم هذا الاتحاد منهج انتو مركز لازم تتفرقوه بل بالعكس كان هناك مخطط لتقسيم الدول العربية والاسلامية ولذلك يجب ان نقف بقوة ضد هذا المخطط كمان اللي يغيز قوي النهاردة بفتح الفيسبوك لقيت بعض الـ event يعني والجروبات اللي مكتوب عليها مش عايزينها اسلامية يعني انا النهاردة بجدد غضبت جدا جدا ايه ده احنا قمنا اللي سفر السعودية يعني انا لما كنت في السعودية ايه الامان اللي هناك ده الصلاة هناك تأزن سواء كان في المدينة في السعودية الصلاة كله بيسيب كل حاجة في ايديك المحلات بيسيبوها مفتوحة ما انا نفسي يكونوا واضحين يعني العلمانية على سبيل المثال العلمانية بالكسر يعني العلم والاسلام كرم العلم انما العلمانية بالفتح اللادينية خلاص قول انا علماني لاديني قولها بصراحة ورغم كده قلنا فيه علمانية ايجابية وعلمانية سربي الليبرالية يعني اتحرية خلاص عادي يبيع خلاص كل حاجة حرية المعاصل نفسها حرية دي حرية شخصية ورغم كده فيه إيجابية والإيجابية بس خليكوا واضحين وقولوا اللي أنتوا عايزين بكل وضوح ما تلتفوش تمام بعد إذن حدراك علشان خلاص وقت الحالة أقرب يخلص عايزين نسمع قصيدة البطاقة دي طيب إنها بجد قصيدة جميلة وأنا متأكد إنها إن شاء الله هتعجي بكل السيدة المشاهدين البطاقة طبعا تطور من قصيد ما قبل الثورة بتعبر عن حال معظم الشباب المصريين فهي عمية